أهلا بحضرتكم مرة تانية من جديد ولسه مستمرين في الكلام عن التغيرات المناخية اللي في الحقيقة لها تأثير كبير قوي على يمكن مختلف القطاعات اللي بتمس حياتنا اليومية لو بنتكلم عن كتير من البني أدمين اللي توفوا يمكن نتيجة لارتفاع درجات الحرارة في الماشية القطاع الحيواني اللي كتير من الماشية أيضا بيتوفوا بسبب الجفاف الكبير اللي هنتكلم عن القطاع الزراعي اللي تأثر بشكل كبير جدا بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والبرد الشديد والفيضانات كل ده بيأثر على جودة المحاصيل كمان بيأثر على الأرض أو الأراضي الزراعية نفسها عشان كده النهاردة كل الدول بتضع خطط واستراتيجيات عشان يبقى في حد من تبعات هذه التأثيرات بتتسبب بسبب التغيرات المناخية خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن تأثير التغيرات المناخية على الأراضي الزراعية بالتحديد أو على الزراعة الحيوية معنا في الستوديو نورنا دكتور محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة الحيوية بجامعة السادات صباح الخير على حضرتك نورنا صباح الخير يا دكتور نور يعني زي ما تكلمنا في المقدمة وفي قطاعات كتير قوية ممكن اتأثرت بسبب التغيرات المناخية لكن لو هنتكلم عن قطاع الزراعة الحيوية بالتحديد حابين نعرف إيه النتج عن التغيرات المناخية من تأثيرات على الزراعة الحيوية بشك حرك على الاستضافة وبحيح حرك على المقدمة أنت حرك أصبت كبد الحقيقة في موضوع أثار السلبية تغيرات المناخية على الزراعة بوجعان في العالم كله علميا الزراعة قد تكون القطاع الأكثر هشاشة في التأثر بتغيرات المناخية والعالم كله بيجتمع عالي 11-12 سنة على اتنين استراتيجي كبار استراتيجي للأقلمة واستراتيجي للتخفيف الأمم والتحدة تسمي استراتيجي للأقلمة إنها كل دولة تكيف كل دولة تعمل استراتيجيات نفسها وطنية ناشنال تقول والله أنا عارفت أقلم على الزراعة بالوسائل دي وفي حاجة تانية اسمها حاجة أسمعها إن أنا أخفف من حدة الأثار السلبية دي مصر أوير بالكصة دي وإحنا أخبرك برضو من الدول اللي في الميدل إيستا أو في الشارك الأوسط الأقل تأثرا مش أكثر الأقل تأثرا بتغيرات المناخية بس المساحة إنها مترابية الأثار في مصر المجرعين ممكن نحسوا بالخسائق دي أو بالأضرار دي بس تعالي نقسم الأضرار دي راضي على تات محور كبار جزء على الأشجار الفكهة اللي عندنا مشاك كبيرة جدا على رأسها الزيتون بقلنا 3 سنة متتالية المناخ أسر على 50% من تجهز الزيتون بس فيه أصادها على طول بالتوازي وزارة الزراعة والجامعات المصرية بتعمل برامج إزاي نحمي مزرعين منها يتعرض الأسرار دي تاني مرة حاجة زي الكوميترة حاجة زي البرقوق حاجة زي التفاح برضو حاجات دي أسرار المنجة على سنتين متروني يعني ما بقاش في إنتاج المحاصير الأشجار ما بقيتش تسمر يعني؟ اللي هو وقت الحساس جدا في حيات الشجرة يحصل تزابطه بكيه جدا في حيات حرارة اللي هي الفترة حساسة بوامر الشجرة دي ألوان دي عشرين و خمسة و عشرين يوم الفترة خمسة و عشرين يوم دول ممكن درجة حرارة بدر متأوضاس تمنى عشر درجات انتيرفل من النهار و بالليل ممكن توصل عشر و خمسة و عشرين درجة ما قوي فنفقد المحزة اللي كله وبالتاني ما عندناش فروتنج أمع السمار ده يترتب علي العلم كله أنا بعدت حتى الفريق الإعداد زي اتنين ريبرت كبار ريبرت عامل تحاد أوروبي سوى عشرين دولة و ريبرت عاملها عاملها جامعة كاريفورنيا الحل في الزراعة الحيوية العالم كله مجمع إن الزراعة السينستيك أجي كارشور دي مشكلة كبيرة جدا بتساعد على التغيير المناخ تخلي نبات أخصر حساسات التغييرات المناخية دي طيب البديل الزراعة الحيوية طيب دكتور علشان المشاهد اللي بيتفرج علينا دلوقتي يكون على ذراعية بهذا النوع إيه هي الزراعة الحيوية تحديدا و إيه الفرق ما بينها و ما بين الزراعة التقليدية بحقيقة على سؤال حرك جدا الزراعة الحيوية إن أنا أعمل ممارسات زراعية جيدة علميا كده بدون أي متخل كيمائي مشنع أو مخلق من إنسان يعني بمعنى بسيط خالص ممنوع على استخدم أي اسمات كيمائي ممنوع على استخدم اليوريا النطرات سلفة النشادر أحمد الحمد برسوليك دي لها الحاجات الأورجانيك اللي بيقول عليك دي كلها بتتمنع و نخش على حاجات أورجانيك كل متخلات الزراعة تبقى أورجانيك اللي هي تعتبر زراعة ربنا خالها من الأول تبدأ أحسن صح؟ ده أحسن طبعا أحسن في الإنتاجية و قد نكون عايز أقول لك برضو أزوفركم الخبر ده قد نكون إحنا من الفرق العلمية في العالم كله باعتراف الأجانب نفيه فرق علم في مصر هو عرف يعمل معضلة صعبة إنه خال الزراعة الحيوية في الإنتاجية أكبر من الزراعة الكيموية نفسي بتقول حقيقة ليلة جاءنا إلى السماد وهذه الطرق المختلفة ولما الحاجة اللي ربنا خليها سبحانه وتعالى و طبعا ما فيش أحسن من الحاجة اللي هي الخليقة الأولى يعني لها ليه طورنا و ليه دخلنا سماد و ليه لوثنا البيئة و ليه يعني ما كل ده طرق طبعا ليه إحنا بنرجع للبدايات في الأخير كان عندنا مع الثورة السماعية في الستينات إزاي نخلق أسمية كيموية ونضفها في الطربة العالم اكتشف بعد حوالي خمسين سنة ممارسات زراعية الأرض تلوست حصل مشاكل صحة الإنسان والحيوان والبيئة كمان أضرار فابتدى العالم كله يرجع تاني بقى إنا حوالي 20-20 سنة دلوقتي بقى فيه تخصصات في الجامعات الأوروبية والأمريكية واليابان نقول لا تعال نرجع نعمل جامعات للزراعة الحيوية و نخلق كوادر يطلع كوادر في العلم يشتغلوا في الأورجانيك و يشتغلوا في البييولوجيكا الأجل الكارشور أكثر تخصوصا كمان من الأورجانيك أجل الكارشور و نحاول نعمل معادلة موضوع الاحترار الحراري اللي حراك شايفو ده و متوسط لحرارة وصلها من واحد ومص إلى واحد سنة من عشرة أما دائمنا عايزة أقول للناس برضو و نوضح يعني إيه واحد ومص وواحد سنة من عشرة ده متوسط جلوبا على مستوى العالم كله بس فيه دول عشرة درجات مقوي و فيه دول تحت 8 درجات مقوي بس هنجي نتكلم في أبرج الجلوبا المية تسعارين دولة ومية خمسين دولة اللي عندهم كياسات وعندهم مترولوجي وصلين لواحد ومص وواحد وواحد سنة من عشرة أنا حريك تتكلم على الدرجات الحرارة يمكن في عشرين وعشرين وبسبب كورونا الناس كلها عادت في البيت فابتدت الانبعاثات تقل في العالم كله ويمكن كنا بنحتفي بهذه الظاهرة اللي كانت إيجابية جدا لكن مع رجوع تاني ومرة تانية صيف عشرين وواحد وعشرين ابتدت درجات الحرارة ترتفع تاني بشكل غير مسبوء لما أدى إلى طبعا تأثيرات سلبية جدا على الزراعة الاختلاف ده أثر إزاي وإزاي قدرنا نلمسه على التجايد لأن ده فعلا ده الواقع في مصر صيف واحد وعشرين اللي فات كان أعلى درجات الحرارة على مستوى مصر في خلال خمسة وعشرين سنة فاته وقتلك عندها تأثر في محاصيل خضر لو خدت بقى الحرارة وقتها الطماطم من داخلين شهر من طعام من شهر رمضان استفعالي جدا السعار الخضر بقت فلكية والناس بيتكلم عن إزاي الطماطم أغلى من الفكة كان الوقت ده صح حقيقي لو حريك فكة مع أن إحنا كبوتنشل والعالم كله ولازم نطمد المصريين لكده أن إحنا في قطاع الزراعي عندنا إمكانيات وعندنا قدرات كاملة أكتر من دايقة دولة أوسطية يعني إحنا عشان أقول للمشاهده ووضح له إحنا نقلنا كل من الدولة القادية في العالم تزرع الطماطم لأي التميته لي متواصل تثمائة واربعين لتثمائة وخمسين يوم من تثمائة وخمسين يوم العالم كله ممكن يجمع يازل على سبعين يوم بس ما هو يستنبس سبعين يوم بس ما يكملش الموش الطماطم بتطع في أرض متواصل مية وخمسين يوم يعني خمس شهور إحنا في إحنا من الدول اللي بروديوتر للطماطم عشر اتناشر طن عشر اتناشر مليون طن بالمقارنة بأي دولة شركة أوسطية من أول البحرين لغاية المغرب فإحنا الدولة عندها بوتنشيل إحنا بنحاول نعمل نشجع شباب البحثين وولادنا في حتى وزارة الزراعة في الجامعات إزاي نطلع جيل هو يعلم المشاريعين الزراعيين دول الممارسات الزراعية الجيدة للزراعة الحيوية واشوف إن ده بعدنا أمثلة كتير وبنصور فيديوهات كتير أوي للمزارعين وعملنا مدارس حقلية إزاي نعلم المزارع يزرع حيوي يزرع أورجانيك بدون حتى برضو دي كان ببعض حراك أشارت اللغة وعجبني سؤال حراك قوي إحنا ليه لجأنا الكيميائي كمع الثورة الصناعية الناس طلع في الصناعات الأسمدة كميام الستينات وقدير فولوشن من الهند كدولة نامية إزاي نحط أكبر كمية أسمدة للنبات الزراعة الحيوية عكسها إن إحنا إزاي نسمد التربة اللي يعني تعتبر الأم يعني بيجيب إنتاج وما نسمدش يعني ببعا كد تسمد النبات الزراعة الكيميائية إحنا بنسميها زراعة أقلادية يا كيميكا الأجل كارشة دي إحنا بنسمد النبات اللي واحده وبالتالي بيتنعكس على الإنسان باكل كيميكا الزراعة لأن أنا سميت بيوريا يبكي من أسباب كثيرة للأمراض اللي بنشوفها النهاردة وجسم الإنسان وعملها مشاكل كثير والعالم كله بقى اتكلم النهاردة يعني يما يجي نتكلم على الجسر الكنسر وساطن الجسر الهضم بقى الأجانب الأوروبيين يقولوا ده من أكسس من استخدام الأسميدان المفرد وبذات أسميدان تروجيني زي اليوريا ونطارات وصرفات النشرة ناس بيتتكلم عليه كتير وقادلة علمية كتير ده بنحاول نتغياره في مصر واشوف إن كان فيه مبادرة رئيس سيسي كان في ندوة تسقفية من حوالي أربع شهور أنا بحيي على الكلمة اللي قالها دي أنا من حق المواطن المصري يأكل أورجانيك زي المواطن الأوروبي يعني فعل صد الأوروبا أكل مماز قوي برطقان وعينب ومماز أورجانيك وبديره أحسن حاجة عندي في مصر وأنا أكد الشعب المصري حاجات كيميكال فبحيي رئيس سيسي في المبادرة دي إن كل أراضي المفوضة إحنا عمليين دراسة وقدمناها كمان حتى لرئيسة الجمهورية نحن لو عندنا مليون فدان زراعة أورجانيك نقدر رفة للدولة ما يقرب من 36 مليار دولار قد دخل القناة سوية 6 مرات بس المزرعين لازم يتدربوا برضو نخل المنبر هنا في الصباح خير يا مصر وانتو منبر إعلامي كبير ومصر كلها بتشوف البرنامج أنا بادعو كل الجامعات إنه يبقى عندهم كل جامعة يبقى عندهم وحدة أبحاث الغضب الخير وبنافس الكلام في الملكة تحول الزراعية كل ما أحد بحثي أعتقد دي أهمية البحث العلمي كمان ده المفروض ده المفروض والناس دي يا ريتوا متناغمين يعني مش عايز برضو الجامعات الأشغالة فوادي والوجودات الزراعة فوادي حالك عاوز يبقى فيه تناغم عشان كل مخرجات الأبحاث تتقلل للآخر فنبتدي يعني مما انتهى الآخرون ما نبتليش من أولو زي أوروبا ما عاملة أوروبا عاملة شيردل دات حقيقة حدثت عن حقوق المواطن وقلت على المبادرة اللي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح سيسي في الندوة التطقيفية الخاصة بأن من حق كل مواطن أنه يأكل أكل أورجانيك أو أكل صحي كمان 100% طبيعي بلا أي مواطن حفظة كمان لو إحنا نسأل المواطن البسيط اللي بتفرج علينا دلوقتي شايف إزاي قمة المناخ والتغيرات التي حدثت من هذه القمة رغم أن فيه تحديات كبيرة بيواجهها قادة العالم وفيه فعلا حالة من حالات التضافر ما بين الدول في هذه القمة تحديدا لوضع حلول جذرية لهذا الأمر اللي أصبح بيشكل خطر لكن المواطن البسيط هيقول لك أنا مليش دعب المناخ المناخ دي حاجة بتاعت ربنا شايف أنه ما فيش تدخل للبشر فيها واللي مكتوب بيحصل ده لغة حال كل من هم في الأرياف والقرى إيه العائد على المواطن من هذه القمة تحديدا فيما يخص ملف الزراعة سؤال حراكة مميز قوي ومش عارفها خدت بال حراكة بالدسلوجان بتاع المؤتمر كوب تي وينت سيفن توجد توجد فول إمبليمنتيش أول مرة ودي كان رئيسي سيقالها في الخطاب بتاع التعليف كذا مرة كذا رأيك 6 مرات إيهنا اجتمعنا كتير 26 اجتمع الناس مش هتؤمن بالعلماء وبالنخب للمجتمع دي إلا ان كان فيه تنفيذ تنفيذ كل دولة لها استراتيجي كل قليم له استراتيجي للتنفيذ إمبليمنتيش الفحوة حرك المواطنة عادي ممكن يحسر بفعاليات المؤتمر صحيح ومش مدرك قوي للنواحي العلمية كتير قوي فيه جلسة كتير كلم النخباول ما بيفهموش اه وفيه ما تقول يتقول للمواطنة عادي في جيين هوس جلس حراري وإيه احترار حراري وإذا يتحروح قد يكون حساسة في الممارسات العادية في الشارع حرارة عادية هو في الأرض خسر محصوله ممكن دي إنما هو ما تعلمش إيه أساليب مجابة الأثار السلبية دي ده دور الإعلام ودور الجامعات ودور مراكز البحوث دور مهم جدا المواطنة ويزين طلع عجيل كمان من المؤمن بالقضية ومؤمن ويشوف الحلول ولو هو حركه هتقول له هتصدروا مشاكل على طول بدون حلول مش أقوى بيك المواطنة عشانك يقول له حركه أنا من الناس عندنا مدرسة علمية حلوة جدا في جامعة الموفية وجامعة السادات بتعاون مع مزارة الرأي بتعاون مع مزارة الزراعة إزاي نعمل مدرسة حقلية من ربعوية 500 مزارع هم 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 يمرسوا مع بعض زراعة حيوية وهم يعلموا بعض وميجي حد اخو بقى الحركه دي اللغة الأكثر انتشارنا مفلاح عايز تعلم مفلاح زيه بلغته بترمولوجي بتاعه بمصطلحاته بجلبية بلبسه وبثقافته ده اللي بنحاول نعمله في الجامعة نعلم ازاي يعني ايه الزراعة حيوية المزارع أول ما بعرفها هو بيتقنها ومنشرها للناس حواليه واشوف ان دي موضرة لازم نحط في مؤتمر كوب 27 للزراعة المصرية العلاج وانا بعت زي ما حكيت قلت لتقرير الفريق إعداد 27 دولة أوروبية قالين الحل للتغلب على الأثار السلبية للتغالية المناخية للدول أوروبا كلها 27 دولة لازم نعمل حاجة اسمها أورجاني كرش الموفمين نعمل حركة نقل من الزراعة التقليدية الكيميائية للزراعة الحيوية اكتشفوا ان الأراضي دي فعلا لو في عز التالك بتدي محصول وافر جدا في عز الحرارة عالية خبار الحركة احنا من قيمة حوالي بتاع من يكو بتاع دي كافين أنا تقضي على محاصيل الخضر في الانجبترة خلينا نتكلم معك يمكن عن أزمة تانية ويأزمة المياه في بعض الدول اتعرضت لفيضانات في بعض الدول متعرضة لجفاف خلينا نتكلم لو على الزراعة بالتحديد المتخصصين في مراكز البحوث قالوا ان يمكن مع الوقت أو دلوقتي بالتحديد يعني التغيرات المناخية يمكن قذرت على احتياجات النباتات من المياه ده معناه ايه أنا بحيح عليك على السؤال ده قوي بيننا بروتوكول تعاون بيننا وبين وزارة الرأي بكاتور هنينسويدا وده وزير الرأي اشوف من أفضل الخبراء الرأي في مصر وشوك الأوسط عاملين مبادرة ازاي نقل الاحتاجات المياه للنبات تقصل 60% ونوفر 40% من المياه وناخد نفس المحصول والأرض بأهلس السويد عاملين معادلة صعبة ده تعاون بين الجامعة عندنا والتعاون بالوزارة الرأي وعملين محطات بحثية كتير بحيث نقدر نعلم المزارعين هل ممكن نروي الأرض بدلا نروي بمئة متر مكعف الرأي الواحد حتى نوفر احنا عندها تحدي كبير جدا سمتحدي المياه صحيح بعد صد النهضة ومش بس صد النهضة كبير بس احنا كمصر ايوه ان احنا بدل انه احنا دخين في الفقر المائي وبقى متحص الماطر المصري اقل من 510 متر مكعف بدل في دول تانية 8000 و 10 متر مكعف احنا احنا دولة فقيرة في المياه الاشتراك الاشتراك النيل اللي هو 108% منه يروح للزراعة المصرية لو عدنا بدا و احنا بنزل سنويا من 2.5 كل سنة بالمعدل المتسرع ده مية النيل فعلا ده مش تقضي الاجالة جاي لغاية 20 50 خلاص فلازم اتذل الجماعات والخبراء يعملوا استراتيجي لقدام هل ممكن اوفر 40 ل50 في المياه من المياه دي واخد نفس المحصول ده اللي عاملين ونفس انتم عندكم تقريب من صباح كده مصر يجي غطل ده في وزارة الراي عندنا تجارب حلوة جدا اشوف المزارعين لو شافوها وعموها نقدر نغير البلانس المائي في مصر السؤال السؤال الثاني احراج اتكلم علي على الدول المجاورة مصر اشوف انها ليدنج في الراي من زمان وممكن تبا هي بيت خبرة للدول الافريقية والدول الافريقية دول عايزين صفت بلوس كان زمان عندنا مهندسين يجوا من كل دول الافريقية يجوا ضربوا في وزارة الراي مهندسين زراعين يجوا ضربوا في وزارة الزراع الزراعي اشوف ان مصر لازم عندها كباس تبني خدرات لدول الافريقية وحيث لو احنا اضطرنا نزرع قدام في مبادرة مشتركين فيها مع وزارة الخارجية ولازم نحيي برضو وزارة الخارجية في المبادرة دي ان عندهم في الكونجو برادفيل زي نقدر نعمل اكتفاء ذاتي من الزيت بتيم بحسي مصري يعني فيه كتير افكار في البلد عن طريق خبراء نقدر نعمم وننشر بس ارجع معك تاني لموضوع التغاري المناخ لأوكليم الدلتا لأوكليم شمال مصر لجنوب الصعيد تحت في دارية الحرارة عالية دا عندنا تحت اقاليم جغرافية كل أوكليم له مشاكل يعني في الجنوب تحت هم متعرضين لحرارة عالية جدا خلال 8 شهور فعندهم مشاكل جدا من تاج الخضار في شجل انتاج الطماطم ممكن يخسر العروة كاملة الفانداني يخسر 150 ألف جنيه بسبب ان الفلاح في الجيه في 10 12 اليوم ما خدش باله من التحذيرات اللي بتتبعت من موضوع الزراعة خد بالك لازم ترش كذا لازم تعمل الأرض بتسمين معين كذا ممكن يكون متغافل أو الصورة مش وصل على طول ب 150 ألف في ليلة نفسك زي ما أشارت حضرتك لموضوع برضو موت المواشي دي أزمة كبيرة عندنا كبيرة قوي قد نكون من أسرار تغطية مناخية بس عندنا بقى في أمراض بنسمع كده أمراض وبقية دخات لنا في مصر جديدة جدا وبفان تأثر على السرارة الحوانية زي الحمى كلها وجد العقد يقض وسرلات عتلات بنسمع سرلات أو عتلات جديدة أثرت برضو عنتاج الحوانية بس ما زال كل ده واحد من دول اللي علم مفيش الأخطار اللي بتقول عليها دي هي اللي دفعت وزارة الزراعة لإنتاج أو عمل تطبيق اللي هو هدهد للتنبيه أهمية التطبيق ده إيه لهم التطبيق ده على سمار تفون أن جزء منه عندي المشاكل والحلول وبدأ أشوف أن اعتبره وسيلة إرشاد زراعي مبتكرة تناسب 20 تحديث اللحظي في تحديث لحظي القليم يعني في عندي أمراض في النبات أعمل إيه لو أبد مشكلة طب أسمي إيه بتحييات طرب اللي موجود ده طب لو عندي إنتاج حيواني أعمل إيه في علاف الحيوانيات أو تخذية اللي تواجد أشوف أن سلوب سمارت فون بقى سلوب بدل المهندس زراعي كان بينزل بنفسه قبل المجارع لبقى المجارع على سمارت فون يشوف البرنامج ممكن يبعت اللوكيشن وديله برنامج تسمي بتاعه مصدمش بديل لأن لابد من نزول المهندس زراعي بس عندنا دلوقتي أزمة في عدد المهندس زراع هو يعملها للمجارعين وينزل يعلمهم والحل لازم تعلم المدارس حقلها في كل قرية أجمع 500-600 مجارع من القرية الواحدة يعني تفضل يا دكتور الخمس 600-600 مجارع دول أعلمهم التقنية الجديدة هم ينشرها لوحدهم بس لازم مهندس زراعي زي ما أشارت لازم المجارع يشوف مهندس زراعي يعلموا التقنية وهو يبشروا لمدة أربع شهور أول ما تقولوا تنجح المزارعين عن طول يطبق ويمكن ذي أسهل حاجة يعني المزارعين يقدروا من خلالها أن هم طبعا لو في أي مشاكل بتواجههم في المحاصيل بيزرعوها يقدروا أن هم من خلال تطبيق هدهد يعرفوا حلولها إيه ويعرفوا لو محتاجين يمكن مساعدة الحكومة بتوفر هذه طبعا الأبليكيشن أو التطبيق موجودة على سمايت فون كلها على أندرويد وعيو اس على فكرة النهاردة استفدنا كثير من وجود حركة معنا الدكتور محمد حقي سالم أستاذ الزراعة الحيوية مبسوطين حركت معنا أفتنا جيدا ومبسوطين بفكرة الزراعة الحيوية فهمناها أكتر منك كل شكر لك وأكيد يبقى فيه للحديث بقية إن شاء الله في حلقات جاية شكرا لك دكتور ضيف عزيز غالي علينا أفتنا 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 كبيرة